يا عبادي ما أجيب كلما قال رسولي قوله نور وغادي واتباع لسبيلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقائدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغرس رقابة الله في قلوب المؤمنين ها هو صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك فيقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وها هو صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يذكر من بينهم ورجل دعته مرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين إذن هي رقابة الله سبحانه وتعالى التي ينبغي أن تكون متجذرة متأصلة في القلوب وترافق المسلمة أينما ذهب يروى عن عمر رضي الله عنه أنه مر وتروى عن عبد الله بن عمر أيضا أنه مر على راع للغنم وأراد أن يختبره فقال له بعني شات من هذه الشياة التي لديك فقال إنها ليست لي إنها لسيد مالك الغنم قال له قل له إن الذئب قد أكلها يقول له ذلك اختبارا وامتحانا فقال له بجواب مختصر بسيط ينبغي أن يكون عنوانا لنا جميعا في كل مناصبنا وفي كل أعمالنا وفي كل تنقلاتنا وسكناتنا وحركاتنا قال له فأين الله إذا كان لا يراني صاحب الغنم فأين الله هذا ينبغي هذا التساؤل أن يكون مطروحا علينا جميعا وأن يكون مرافقا لنا إخواني في ظل الثورة السورية وما حصل ونتج عنها من تهجير لأعداد كبيرة بالملايين لإخواننا وأهلنا من أبناء هذا الشعب الأبي الصابر الصادق البطل رأينا نماذج مشرفة من الالتزام الأخلاقي والديني والأدبي لكن في المقابل كان هناك بعض النماذج للأسف أقول هي نماذج غير مشرفة وهي نماذج ينبغي أن يعمل على إصلاحها وعلى تداركها ولعل الخلل الأساسي يكمن في نقص مراقبة الله سبحانه وتعالى فإنك قد تجد مجتمعا ظاهره الالتزام الديني والأخلاقي لكنك لا يمكن أن تعرف سبب هذا الالتزام ومن شأه حقيقة إلا إذا انتقل هذا الشعب إلى رحب من الفضاء الذي لا يقيد فيه المجتمع على الناس بعاداته أو بتقاليده ويترك لهم الحرية خاصة في البلدان كما نرى في البلدان الأوروبية التي بزعم الحرية أنهم يتركون الفساد والانحطاط الأخلاقي بل ويشجعون عليه هناك يمكن أن تختبر مدى مصداقية هذا الشعب وهذا الإنسان وهذه العائلة وهذه الأسرة وهذا الشاب وهذه الفتاة في الالتزام الديني والأخلاقي هل كان منبع هذا الالتزام الخشي من المجتمع التقاليد العادات لأن المجتمع قد يعيب عليه أم أنها كانت رقابة الله والقناعة الدينية والخوف من عقاب الله والقناعة بالالتزام الديني والأخلاقي إذن عندما يخرج هذا المجتمع وتخرج العائلة والأسرة والشاب والفتاة إلى مجتمع آخر لا يعيب عليه التحلل الأخلاقي والانفلات من القيم والمبادئ والأخلاق هنا يظهر الامتحان الحقيقي وأقول للأسف هذه النماذج التي ظهرت في بعض الأماكن من انفلات الشباب والفتيات والسفور والعري والاختلاط والتبرج وغير ذلك من الأمور التي وصلت إلى مستويات للأسف غير مشرفة وهي لا تمثل حقيقة الشعب السوري البطل الذي صمد وثبت على دينه وعلى أخلاقه وعلى مقارعة أعدائه برغم كل ما تعرض له أقول ينبغي علينا إزاء هذه النماذج أن نعيد النظر في تربية أبنائنا وفتياتنا أن نعلمهم حقيقة الرقابة الإلهية وأن نغرس فيهم الخوف من الله لا من الناس ولا من المجتمع أن نعلمهم أن رقابة الله هي الدائمة رقابة المجتمع أو رقابة الأهل قد تكون هي مساعدة على تذكر رقابة الله لكنها ليست هي الأساس الأساس رقابة الله سبحانه وتعالى التي ينبغي أن يغرسها الآباء والأمهات في قلوب الأبناء من الصغر أن يعلمهم أننا نبتعد عن الحرام لا من أجل الناس ولا من أجل المجتمع ولا من أجل العادات والتقاليد إنما من أجل الله سبحانه وتعالى الذي نهان عن ذلك وهو يعلم خيرنا ومصلحتنا ومنفعتنا لم يقيد حريتنا ليعذبنا وليظلمنا حاشاه سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج إنما ليبعد عننا الأذى والمصائب التي قد لا يراها البعض إزاء ما يزين الشيطان له من شهوات ومغريات ويزين له أن طريق الفساد والانحلال وطريق السعادة والفرح والسرور والنجاة على الحكس تماما قد يبدو كذلك بزخرف براق لكنه في الحقيقة درب التعاسة الذي لا يجلب إلا العار والذل والانحلال وتفكك المجتمع والأمراض والعيوب ويوم القيامة العذاب الأليم الذي ينتج عن عدم التزام أوامر الله سبحانه وتعالى والذي ينتج عن انتهاك محارم الله سبحانه وتعالى لذلك إخواني نصيح لنا جميعا أن نزداد بتعلم وترسيخ رقابة الله سبحانه وتعالى في القلوب حتى تكون هي الضابط وهي الوازع الحقيقي غاب الناس أم حضروا كنا داخل بلادنا أم خارجها كنا في المخيمات أم كنا في البيوت كنا في بلاد أوروبا أم كنا في البلاد العربية والإسلامية أينما ذهبنا أينما رحلنا أينما نزحنا أينما تحركنا ينبغي أن تكون رقابة الله هي الضابط لأخلاقنا وأفعالنا وتصرفاتنا أن نكون دعاة للخير بأفعالنا وبسلوكنا لا دعاة للإنحطاط والفساد ولا مقلدين ومبهورين ومعجبين بفساد الغرب وإنحطاطهم نأخذ منهم الفساد والإنحلال والإنحطاط ولا نأخذ منهم العلم الذي وصلوا إليه في الصناعة وفي مجالات التقدم والتطور لا نرى من التطور للأسف هذه نظرة البعض إلا الجانب الإنحطاطي في الأخلاق والقيم ونترك الجانب الآخر الذي هو من أساس ديننا ومن أساس ما يوجه لنا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم بطلب العلم والتعلم ونفع العباد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا والمسلمين إلى دينه ردا جميلا وأن يمتن فينا وأن يقوي فينا الخوف منه والرقابة له سبحانه وتعالى إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عبادي فأجيب كلما قال رسولي قوله نور وغادي واتباع لسبيلي اشتركوا في القناة